طيب أنا حاسة وينتي بتشرحي دلوقتي المراحل التعب النفسي أو المشاعر الوجع يعني بعد تجربة الانفصال حاسكي بتقولي كأن الشبه لو حد ميت آه شبه لو حد ميت لو جوزي ميت بس هقولك حاجة الموت ساعات بيبقى أسهل بكتير من الطلاق أي الموت أسهل من الطلاق؟ آه لأن الموت أنت ما قدمكيش أوبشن هو ميت ومش هارجع تاني لو عملت إيه فأسهل لكن الطلاق بيبقى عندك الأزمة في الطلاق بيبقى عندك في حاجة مرحلة كده اسمها المساومة بتيبقى مش عارفة هو هيرجع تاني ولا طب أنسى وروح لحد تاني ولا هو ممكن يجي طب أنا لو كنت عملت كذا هو هيبقى كويس لو هو عمل كذا يمكن أبقى كويس طب يمكن بعد شوية وقت يرجع طب يمكن بعد شوية وقت يعرف إمتي فده بيعطى للتعافي جدا فالموت يعني أسهل يعني مع أن احنا في مجتمعنا الشرقي يمكن احنا بنشوف الأرمالة دي من حقها تعيط وتلبس سود وتبقى مكتائبة ولو عملت حكس كده بنلومها لكن المطلقة بنقولها لا قومي بسرعة وده اللي بيصعب على المطلقة حياتها وبيسهلها على الأرمالة لأن هي مسموح لها تزعل مسموح لها تزعل ما تقومش حتى تشتغل تجري زي ما المطلقة بتعمل المطلقة بقى لازم أول ما تقع لا أنت لسه هتعيطي عليه ما هو خلاص ميشي ومي ربي عيالك واشتغلي واتحكي عن نفسك ودربي شعرك أصفر أنت بيش تسمعي على طول حاجاتي صح أن احنا نتغير بعد الطلاق ونبتزي نغير في شكلنا عشان ده حاجة بتساعدنا على التعافي ونغير في المحيط بتعبتنا وكده بس ما ينفعش نيجي عن نفسنا لازم نعاية ولازم نوقع ولازم نتكسر ونندي كل حاجة وقتها الطبيعي اللي ربنا خلقها بتروح فيه يعني أنت عايزة تقولي لي النسما النهاردة أنه أنا لو شفت أن الموضوع كارثة فعلا ممكن أعدي منه نفسيا أسهل من أن أنا أصغره بكتير بكتير لازم بصي كل حاجة في الدنيا بتسيبها بيحصل خسائر صح؟ الطلاق ده أنت سايم تجوزة إن شاء الله سنة مش فيه خسائر؟ طبعا الخسائر دي لو ما عدتي هاش وعرفتي هي إيه مش هتعرفي تتعافي منها لو عملت نفسك مش خسرانة ونجامدة جدا هتتعبي وهتبقي مش عارفة وتطلعي من اللي إحنا فيه ده